إسرائيل تعرف منذ أشهر مكان نصر الله ولكن بعض وزرائها عارض اغتياله هذا ما قالته صحيفة تايمز أوف إسرائيل وإلى تفاصيل مثيرة قالت الصحيفة صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الجمعة الماضية جاء تتويجا لسلسلة من الهجمات ضد القيادة العليا للتنظيم ومخابئ الأسلحة الرئيسية استنادا إلى معلومات استخباراتية جمعت خلال عقود من الزمن وأفادت في تحليل إغباري بأن حزب الله يواجه الآن تحديات جمة تتمثل في التصدي للاختراقات في صفوفه التي ساعدت إسرائيل على تدمير مواقع أسلحته وتفخيخ أجهزة اتصالاته واغتيال زعيمه المخضرم حسن نصر الله الذي ظل في مكان أو ظل مكان وجوده محاطا بالسرية التامة طيلة سنوات عدة وذكرت الصحيفة أن مصدرا على دراية بطريقة التفكير الإسرائيلي صرح لوكالة رويترز قبيل سويعات من الضربة بأن إسرائيل ظلت لمدة عشرون عاما تركز جهودها الاستخباراتية على حزب الله وكان بمقدورها استهداف نصر الله إذا أرادت ذلك في حينه حتى ولو كان في المقر الرئيسي لمنظمته وقال مسؤولان إسرائيليان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ودائرته المقربة من الوزراء أعطوا الضوء الأخضر يوما أربعاء بالهجوم الذي نفذ بينما كان نتنياهو في نيويورك لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي تقرير إخباري في السياق ذاته نقلت تايمز في إسرائيل عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إسرائيل كانت على علم بمكان حسن نصر الله قبل أشهر من شن الضربة التي قتلته وذكر مسؤولون لم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن أسمائهم أن قرار ضرب نصر الله اتخذ في الأيام الأخيرة دون إختار الولايات المتحدة الأمريكية به مسبقا خشية أن تضيع الفرصة من إسرائيل لقتله وبحسب التقرير فقد خططت إسرائيل العملية في حين كان مسؤولوها منخرطين في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن وقف محتمل للأعمال العدائية وقبل أن يغادر رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو إلى نيويورك في وقت مبكر من صباح الخميس للتحدث في جمعية العامة للأمم المتحدة وأوضحت أن ثلاثة من أولئك المسؤولين الذين كانوا أيضا مستهدفين إسرائيليا إسرائيليا أكدوا أن هاشم صفي الدين ابن خالت نصر الله وخليفته المحتمل لم يكن موجودا في المخبأ تحت الأرض في بيروت الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية وقال مسؤولون كبار في سلاح الجو الإسرائيلية وما السبت الماضي إن ضربتهم الجوية صارت بسلاسة دون أي أخطاء أو حتى دون أي نيران معادية على كافة طائراتهم الحربية التي اختالت نصر الله